لأنه عاوز أنه فعلاً يعني أمور تتوضح أنه حتى المطهد أوكي؟ عم بمارس شيء وعم برضي دينه وبرضي إلهه بزبط بس الإشكال بالنسبة إحنا أنا عايش في الشرق الأوسط وعايش من أرض فلسطين يعني أنا كمان يؤلمني أنه أشوف دايماً ضحايا شباب وشابات بموتوا من أجل قضية دينية أو سياسية وفي النتيجة مش مفهوم يعني أو مش واضح كل الأمور وبعدين هل الإله يعني أنت تفدي مين؟ هذا صح طبعاً إحنا الله اللي فدانا مش إحنا اللي نفدي يعني فيه معلومات مغلوطة جداً فبروحوا بموتوا فعلاً بموتوا عن قناعة بدهن يموتوا لأنه عاوز يفدي والنتيجة يعني للأسف للأسف عم بقدموا ذبائح لإله ما بشبع من الدم عاوز دم ودم 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 وكل بساطة يعني أنا دائماً بقول يعني هقرة تعليم يسوع المسيح الدنيا كلها بتتغير ونرجع ليحنا عشرة عشرة بزبط السارق لياتي إلا ليسرق ويزبح ويهلك والسارق بتعني الإرهاب في لغتها الأصلا آه طيب فهي دي النقطة يا خنزار وعشان كده برضو سواء للمطهد أو المطهد اللي هو بيفتخر أنه هو بيتطهد لأنه اسمه مسيحي لكنه لم يختبر الرب على فكرة الحتة دي مهمة جداً يا خنزار أنه ما نطلعش عفوا ما نطلعش بشعارات وأننا أحنا هنموت علشان نفضي الصليب لا نفضي الصليب حتى يعني فكرة الاضطهاد أو الموت يعني صار رخيص جداً لأنه ما فيش تعليم واضح حتى في بلادنا عن الموضوع أنا بتذكر يعني قصة سريعة أنا كنت في طيارة سورية يعني في داخل سوريا وكان في عطل فني وكانت الصيف والدل حرارة عالية جداً وفي داخل الطيارة كل عم بشر عرق في واحد وراي فقال طب يعني إذا طارت خلاص ما خلينا نموت ما بموت شهيد شهيد في أخت يعني محجبة كانت على الطرف الثاني يعني بالايل سيت الكرسي الجانبي طلعت عليه قالت له بلا هبل بعدني متذكر الإصطلاح قالت له بلا هبل مين العلمك أنه هاي موت شهادة كنت موت أنت روح موت سامي الشهادة تسيبك من الهبل طلعت عليها قلت لها يسلم تمك يعني فعلا كان جواهب لهذا الشاب المغلوط يعني إذا مات طيارة عطل فني شوي بيصلحوه وطور روحك يعني هذا الشاب يا خنزار مسكين طبعا إله هذا الظهر اللي هو الشيطان أعمى زهنه ومكتوب إله هذا الشيطان أعمى أزهان غير المؤمنين فهو زهنه معمي إنه عاوز يعمل أي حاجة علشان يروح شهيد علشان يلاقي الحور العين ولا المتصورين لهم عفوا بطريقة يعني مضلة هو التعليم يعني الشخص اللي بمارس هذا النوع من المهوت خليهني يقولوله بكل صراع انتراع الجحيم بالزبط بشراع على الجنة بالزبط لأنه قاتل بيقتل نفس وهكذا أبرياء طبعا فالمشكلة إنه موضوع الاضطهاد هو في الدين بتاع شعوبنا الثقافة الغلط اللي طالعين فيها بدون تعليم لأن نحن بنسمع ما حدش بيجرم ما حدش بيدرس ما حدش بيرجع لكلمة ترجمة نانسي قنقر